خلينا نروح بقى لموضوع آخر عملاق أفريقيا مين عملاق أفريقيا؟ وواحد من أرجل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي وهو مخلص لأقصى درجة يعني عايز أقول لحضراتكم أنه هو تحمل كتير جدا خلال الفترة الأخيرة عشان يكون رقم واحد خلال السنوات اللي فاتت ولكن يظل دايماً محمد الشناوي ألسد المنيع خدوا بالكو كان لي تصديات مؤثرة للغاية في مباراة السوبر أمام الزمالك يمكن كانت في توقيتات ممتازة جداً هذه التصديات الفول اللي حطه أحمد سيد زيزو كان ممكن جداً لو دخلت كان يبقى تعادل ولكن وجود محمد الشناوي السد المنيع للنادي الأهلي أنقذ كل هذه الأمور وخلنا نكمل واحد صفر ونقدر نجيب الهدف الثاني لأنه دايماً ما تخافش على الأهلي طول ما محمد الشناوي موجود الحقيقة وباقي الحراس واللاعبين طبعاً ولكن الشناوي بما حققوا مع الأهلي ومنتخب مصر في حتة تانية خالص في حتة تانية خالص النهاردة الشناوي يا جماعة هشوف الرجولة بقى الرجل ده من حظه السيء أنه تم الإعلان أنه أفضل لعب في أفريقيا يوم المباراة النهائية الماتش كان بيتلاعب فلم نوفق فيه طبعاً في هذه المباراة فكلنا سكتنا ما كناش يعني ما كناش نقدر نطلع نحتفل في ظل خسرتنا للنهاي الأفريقي ففضل حابس فرحته لحد ما جميل الله الأهلي كلها تفرح عشان يحتفل معاهم النهاردة محمد الشناوي كتب عنده على صفحته الشخصية على انستجرام مبروك على جمهور الأهلي بطولة كأس السوبر شكراً اللاعبين إجازة مجلس إدارة النادي وعقبال البطولات اللي جاية جي الوقت عشان احتفل بلقب كنت مأجل الاحتفال بيه وهو أحسن لاعب في إفريقيا يا رب دايماً في احتفالات يا أهلوية حاجة محترمة جداً تهلي هنا سميلة سمحت حاجة محترمة جداً محمد الشناوي من اللاعبين اللي لهم حب داخل كل جمهور النادي الأهلي إذا كان هناك أخطاء السنة اللي فاتت فكل جمهور النادي الأهلي بيعديها عارفين ليه؟ عشان عارفين أن محمد الشناوي واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي زيه زي كابتن أحمد شبير زي الله يرحمه ثابت البطل كابتن إكرامي كل الكباتن العزام كابتن عصام الحضري كل الكباتن الكبار العزام اللي اشتغلوا في هذا المكان محمد الشناوي قصة كفاح كبيرة جداً جداً ألف ألف مبروك يا شناوي على حاجتين ألف مبروك على بطولة السوبر وعلى استعدتك لمستواك الرائع وقدرتك على قيادة الفريق من خلفهم وأيضاً ألف ألف مبروك على أفضل لاعب في إفريقيا تستحقها وبالفعل محمد الشناوي يستحق هذه الجائزة الجائزة